السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي ومتابعيني الكرام في كل مكان اهلا وسهلا بكم في قناة وقناتكم حكاية وخبر مع وفاء الشيخ شرفتوني ونورتوني ودائما بكل كومنتاتكم وراءكم المحترمة والعظيمة بتسعدوني وتنوروني طبعا في الفترة الاخيرة يعني اليومين التلاتة اللي فاتوا كده شفنا مستر عاطف الزهبي لما طلع وقال يا جماعة الخير كل القنوات وناشد الجميع وفي قناته من خلال بس مباشر او فيديو تقريبا مش متذكرة وقتها من خلال البس المباشر اللي عملوا عنده في القناة من يومين بالزبط كده ده النهاردة يعتبر ثالث يوم وقال يا جماعة الخير نعطي هدنة لعائلة داود وغيرها علشان خاطر الامور تهدى لان الامور وصلت لمرحلة مش كويسة جدا جدا ويعني المفروض احتراما لشخص مستر عاطف الزهبي لان طبعا الرجل ده يعني الكل بيحترمه طبعا الجميع بيحترم الرجل ده لان ما شفناش منه غير كل خير لكل القنوات سواء كان قنوات صغيرة او كبيرة اي خطأ او اي حاجة بتحصل اي مساعدة محتاجينها بيرجأوا لشخص واحد زي مستر عاطف الزهبي ليك مننا كل الاحترام يا مستر عاطف ولكن يوسفني وللأسف الشديد للمنجدة بتاعت حضرتك تقريبا اثناء البس المباشر تقريبا يعني هنقول الهدنة دي ما ممرش عليها يعني خمس ست دقايق وشفنا الهدنة والصد والرد على حضرتك وعلى غيرك ومن وقتها اللي شفنا هدنة ولا شفنا اي قناة طبقت اي كلمة ملة حضرتك اشرت واشدت بيها حد دلوقتي يعني تقريبا ما نزلش اي محتوى ومش عايزة نزل اي محتوى احتراما للنفسي واحتراما لشخص حضرتك ولكن الواحد يعني شايف فيه مهترات كتير وشايف اللي تزوق من الجميع وما نقدرش نقول غير لله الامر من قبل ومن بعد ولكن حابة تكلم كلمتين برضو تكون فيه صلب الموضوع ده لان انا شايف الفترة دي وبالاخص فيه فيديوهات مبارح ما شاء الله هجوم كبير جدا جدا من الجميع على الكل على الكل ما حدش يقول الهجوم على زهية بس الوحدة لا ده الهجوم دلوقتي بقى للجميع ولكن المنصف والمنتصر كالعادة هي الستة حلمية تعالوا بينا نبدأ فيديو النهاردة وبالصلاة والسلام على رسول الله وبعد كده نعقب على بعض النقاط اللي نفسي فعلا اتكلم فيها اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض وعدد ما بينهما وعدد ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين بفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وفقنا يا ربي لما تحب وترضاه عنا اللهم آمين يا رب العالمين طبعا يا جماعة الخير تعالوا نجيب الليلة من أولها اتصل بي يا مصر عاطف الزهبي والله ولا كنت اتصلت بي ولا أعرف الدنيا فائعة علشان في ناس كتير بتقول إن أنا اتصلت ويرنت عليه وشرحت له الأمور ووضحت له والله والله كمال مرة وربنا هو اللي هيكون شاهد على كل كلمة وحرف من اللي أنا بقولها دلوقتي أنا اتفاجئت بي اتصل مصر عاطف الزهبي طبعا ما اتصلش بي اتصل فون ولكن تواصل معي من خلال رسائل على الواتساب وقال لي يا مدام وفاق بعد إذن حضرتك أنا تم التواصل مع قناة فلانة الفلانية وعايزين نوقف الدنيا ونهد الأمور عن قنوات عائلات داود قلت له أنا مفيش أي مشكلة بين وبين أي حد على ساحة السوشيال ميديا وأنا مع حضرتك في أي حل ممكن تتواصل أو توصل لي أنا مع حضرتك أنا نفسي من الصبح الدنيا دي كلها توقف كل واحد يشتغل على محتوى سواء كان من عائلة داود أو من غير عائلة داود الهدف والمغزى الأساسي والرئيسي إن الحرب اللي قايمة دي يعني كل واحد فعلا يهدي الأمور من عنده والدنيا دي بقى تمام أنا مش عايز أكتر من كده مستر عاطف وتوافقت تماما مع مستر عاطف في الرأي اللي قاله وقل لي تمام مفيش مشكلة يا أنا حضرتك قلت له أنا مفيش أي مشكلة بالنسبة لي مع حضرتك في أي حل إن شاء الله توصل إليه قال لي تمام أنا إن شاء الله يعني شوية كده هعمل فيديو أو بس مباشر قلت له تمام مفيش مشكلة وبالفعل الراجل المحترم عمل بس مباشر ونشيت فيه كل القنوات ولكن من خلال البس المباشر أو أثناء حدوث البس المباشر القناة الأساسية اللي تم منجتها قبل أي حد طلعت وصدت وردت عليه وكلكم شفتوا الطريقة والأسلوب اللي صدت وردت عليه لحد النهاردة أنا لا نزلت أي حاجة عن ألي الداود ولا غير ألي الداود وبصراحة أصلا الموضوع زاد عن حد والمفروض فعلا الكل يبتدي يهد الأمور علشان خاطر العيلة دي يعني لو هيحصل وفاء في يوم من الأيام أو هيحصل تهدئة للأمور مش هيهدوا غير بهدوء القنوات اللي حواليهم وده حقيقة لازم الكل يشيد إليها المهم يا جماعة الخير اتصال مصر عاطف الزهبي بناء عن بس مباشر كانت عاملة زهية داود وكانت طلعة منهارة جدا جدا وكانت يعني بجد كان أنا نفسي كنت ضد البس ده وكنت كمان لما شفت البس ودخلت معاها في البس كنت طول البس عما لا أهدي فيها لأن فعلا البس ما كانش عاجبني لأنها كانت طلعة منهارة بسبب سب عرض أختها الصغيرة اللي هي شريهان تم هدك عرضها وسبها بأبشع الألفاظ من قبل قناة النقد اللي مصر عاطف كلمها قبل أي حد وقال لهد الأمور وطبعا دا يعني كان رد فعل من زهية ومن شريهان كان قابليها برضو ببس مباشر تقريبا بحوالي 3 أو 4 ساعات كانت طلعة بنفس الحالة اللي كانت طلعة بيها زهية كانت منهارة وبتبكي وزهية طلعت على أختها وقالت كل حاجة كانت نفسها فيها وشتمت وزعائت أنا طبعا كنت ضد البس ده ما كنتش عايزة زهية تطلع بصورة زي دي حتى لو هي كانت رد فعل ما كانش يعني مستحب أنها تطلع بصورة زي دي ليه معلش هو آه أنت بتاخد حق أختك ولكن برضو أنت مهما تقولي حتى لو طلعت بالصورة دي أو بغيرها كده كده أنت بتحط عليك أخطوط كتير وهو ده اللي كان الهدف الأساسي من وراء سب وش دي متعيلة داود الفترة اللي فاتت كل لها كان الهدف الأساسي أن زهية تطلع الطلعة دي علشان خاطر يتعلم على زهية ويتأكد مليون المية إن هي دي شخصيتك الحقيقية وإن هي دي كل الأقويل والأحديث وكل الأحداث اللي حضراتكم شفتوها في الفترة اللي فاتت خلال اليومين اللي فاتوا وطبعا تأكيدا لكل الكلام اللي أنا بأكده لحضراتكم طبعا طلوع كل قنوات النقد ضد زهية داود بسبب البس المباشر دا وطبعا زهية تقريبا بعد انتهاء البس المباشر طلعت ببس مباشر تاني وحزفت كمان البس المباشر اللي كانت بالزعق وبتشتم فيه دا تم حزفه طبعا قبل ما يتحزف كانت سحب عند قنوات كتير ومعروف مين أساس وأصحاب القنوات دي اللي تم سحب الفيديو أو البس المباشر الخاص بزهية علشان يتشير ونعرف الناس شخصية زهية طبعا انتوا شرحين شخصية زهية ومعرفينها للناس كلها إنها فيها كل العبر وفيها 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 يعني سحبته البس أو ما سحبتهش البس دا كان هدف يعني مقصود ومعروف مين اللي بيجري وراء الليلة دي كلها وعنده سعي رهيب إنه يخرج زهية عن شعورها ويخرج العيلة دي كلها عن شعورها عشان خاطر بنشوفهم بالصورة اللي احنا شايفينها بقالها فترة كبيرة وأظن إن الصورة دي مش هتتغير ومش هنخلص منها لإن في مغزى أساسي وطار بايت وقديم بين بعض الأشخاص وبين بعض الأفراد طبعا المتابعين عارفين الكلام رايح لمين وعلى فين بس الهدف الأساسي كان خروج زهية بالشكل دا علشان الكل يطلع يحفل زي ما حضرتكم شايفين كده ما شاء الله يعني الكل حفل بما فيك كفاية يا زهية داود علشان كده أنا كنت أسناء البس المباشر مع زهية وكنت بقول استاهدي بالله يا محمد وحاول تقفل البس دا ومالوش لازمة ومن تبع المتابعين اللي كانوا عند زهية وطبعا من وهم يعتبروا من تبع أيضا المتابعين اللي عندي ما عجبهمش رأيي لقيتهم بيردوا علي بيقولولي يا مدام وفاق بعد إذن حضرتك دا مش وقت مثالية وأول لما شفت الكلمتين دول في الشات طبعا قلت فعلا دا مش وقت مثالية وانسحبت من البس وبعدها بحوالي دقيقة دقيقتين البس فصل تقريبا الباقة بتاعت زهية خلصت وتم يقاف الفائل بس وبدأت ببس تاني جديد حاولنا نهدي الأمور طلعت يعني كانت أهدا من الأول ولكن أنا كنت أول الناس اللي مستقى من البس دا طبعا أنا ضد اللي زهية قالته في البس ولكن إحنا عارفين شخصية زهية وقت لما بتكون منهارة بتطلع أسوأ ما فيها وكان حقها برضو لأنها بتدفع عن شرف وعرض أختها اللي تثبت فيه لأن إحدى القنوات وطبعا حضراتكم عارفين من القناة اللي ثبت وأهانت شريهان في شرفها وقالت لها أن انت هربتي 15 يوم من بيت أهلك وفضلت في القاهرة 15 يوم والكلام دا طبعا البنت طبعا طلعت منهارة جدا لأن الكلام دا ما حصلش وطلعت زعلانة وحزينة وفي البس المباشر بتاعها نجدت مين نجدت أختها اللي القناة اللي ثبت عرض شريهان دايما بتشيد للحاجة حلمية إنها مفيش زيها في الكون وهي نمبر ون في عيلة داود وهي فيها كل الصفات الجميلة فكانت بتنجد أختها دي القناة اللي بتدفع عنك هي هي نفس القناة اللي ثبتنا في عرضي اطلعي ورد عليها بكلمة واحدة قولي بس إن الكلام دا ما حصلش دا اللي كانت عايزاه شريهان الست حلمية تطلع ترد بي لقلت لك اطلعي اجتميها ولا هنيها ولا رد عليها في أي إساءة لها لأن ما ينفعش انك تجتميها لأن الست دايما بتشكر فيك ولكن كانت أختك منتظرة بس كلمتين اتنين إن انت تطلعي تقولي ما حصلش الكلام دا يا جماعة الخير وأختي ما هربتش ولا راحت ولا جت ولكن كالعادة نزلت لينا بمنتدى وهنطلع نرد طبعا كانت تقصد إنها هترد على شريهان ونحط النقط على الحروف وما فيش ثلاث أربع أو يمكن ساعة وراحت حسف المنتدى وقالت خلاص احتراما لمتابعيني لأن متابعين هقالولها لا تصدي ولا تردي طبعا الست حلمية ما كانش مطلوب من حضرتك ست حلمية أنت لا تصدي ولا تردي ولا تشتمي ولا تيني أي حد ولكن كان مطلوب من حضرتك من قبل أختك مش من أي حد تاني ولا من قنوات أختك اللي كانت بتنجدك كانت بتقولك طلعي قولي الحقيقة فعلا أنا تفشت وحصل دا ولا لأ لأن أنت الوحيدة اللي تقدر يتوقفي الكلمتين دول من قبل قناة النقد اللي دايما بتشكر في حضرتك هو دا الكلة المنجدة البسيطة وأظن دا لكان هيأثر على حضرتك ولكن حتى كمان يدينك لقناة النقد في شيء كنت هتطلعي تقولي كلمتين يرضو رب العالمين فحق أختك أن الكلام دا ما حصلش ومن هنا نكون وقفنا الكل وقفنا أختي ووقفت قناة النقد وانت كمان تلعت منصفة للجميع ويعني قناة النقد بتبرر نفسها وبتقول أن مش أنا لقلت الكلام دا اتكتب لي في الشات وأنا اتكلمت عنه بناءا عن اللي اتقال في الشات لحضرتك يا فندم قرأتي الشات وأكدتي بعد ما قرأتي الشات أن الكلام دا فعلا حصل وإحنا عارفين الكلام دا ما بنتكلمش دا كان كلام حضرتك في البس المباشر بجد يعني الموضوع بقى وحش جدا 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 ويزد عن حده إنما بقى النقطة اللي حاب أتكلم فيها أكتر وأكتر وهي طلوع قنوات النقد بالصورة اللي احنا شايفينها من بارح ومن أول مبارح كمان ومشاء الله كلهم طالعين على زهية دا والتب كنتوا فين حضرتكم لما البنت شريهان تسبوا عرضها ما شفناش حد اتكلم والكلام دا كان قابليها بيوم ما شفناش حد اتكلم ولا شفنا حد طلع وقال كده عيب لا ما ينفعش الكلام في العرض وما ينفعش الكلام في الطول وما ينفعش الكلام في الارتفاع ولا الحوارات دي كلها لا كله سكت ولكن لما طلعت زهية داود تدعفع عن شرف وعرض اختها الكل طلع وسب ولعن في زهية داود انت ست قلت الأدب والكله جاب من زمان من أربع سنين فاته لحد البس المباشر اللي كان من يومين كله قلب في القديم علشان يطلع بمحتوى ويطلع بترند جديد لقناته ونشتغل ونشغل قنواتنا ولكن محدش بص النقطة معينة ان فعلا اكتر حاجة ممكن تخلي الانسان يطلع عن طاقته ويطلع عن شعوره هي سب وهاتك العرض هتقولوا بقى دا يعني زهية بتطلع دايما كده وزهية سباقة بشتم وسب الأعراض والحوارات دي كلها عارفين ان حضراتكم هتقولوا كده ولكن كنا منتظرين من حضراتكم ان حتى تطلعوا منصفين لواجه الله وتقولوا بلاش من سب الأعراض بالصورة دي ان انت زي شخص يعني ما كنش واثق حتى من الكلام اللي تقلق قدامي في الشات حتى لو قرأته بصيغة زي ما صاحبة قناة النقد كده قرأت الكومنت غصبا عنها كانت ممكن تبرر تقول لا والله يا جماعة الخير بلاش من سب الأعراض ولكن ده يعني كان شيء مستحب بالنسبة لها وايضا استحلتوا بعض قنوات النقد المحترمة اللي طلعت اتكلمت طبعا احنا مش هنتكلم في اي حاجة لان انا ضد النقد بتاعكم تماما ومش متفقة معاه خالص سواء بقى قنوات كبيرة او قنوات صغيرة لاني ما شفتش انصاف من حضراتكم في حاجات كتير جدا 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 ان شاء الله هنتكلم في حاجات كتير بجد الواحد يعني شبه ان هو شايف انها يعني التطبيل بقى كتير قوي فيها ما نصفتوش البنت فيه لما تسبت وتشتمت واتهتك عرضها ولا حد عبرها ولكن طلعت على زهية لان زهية هي الماتيريا الحقيقي لشغلكم وشغل قنواتكم من قبل عيلة داود هي الماتيريا الحقيقي اللي تقدروا تحققوا كل المشاهدات عليه دي نقطة ومحدش يقدر يتراجع فيها واكبر دليل يثبت صحة كلامي خروج حمد داود تقريبا من خمس ايام ببس مباشر كان قاعد على الاريكة بتاعته كالعادة وطلع اسرار كتير عن العيلة عن الحج مصطفى وعن حسام وعن حاجات كتير كانت خفاية كده محدش يعرفها البس دا ويتكلم يعني ما كانش سابق مسلا قابليها الحج مصطفى اطلع ببس ولا حد منهم طلع ببس ولكن كان في خلاف عائلي بينهم وبين بعض بين وبين الحريم اللي هما السلايف في البيت اظن ان الموضوع دا اصلا المفروض ما كانش يطلع على ساحة اليوتيوب برضو ما شفناش قناة من قنوات النقد طلعت وتكلمت فيه كل عمل انه يعني لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم غير قناة النقد اللي دايما بتطلع تشيد للحج حمادة والحج حلمية طلعت ومجدت للحج حمادة اه يا مظلوم اه يا يلي تخمت اه يلي ما تحك عليك وفضلت برضو تمجد في الحج حمادة وكالعادة يا سادة ويا كرام هتفضل القرة زي ما هي ناس بنمجد فيها وناس بنسب في عرضها ليل ونهار طيب بقى يا جماعة الخير فين بقى وقتها قنوات النقد من فيديو زي فيديو الحج حمادة ما هو يوتيوبر برضو من ضمن اليوتيوبرات اللي حضراتكم ما بتفوتوش ليه مهفوة المفروض كان يعني يتحط نقاط كده عند حضراتكم في قنواتكم ده طبعا الكلام ده لكل قنوات النقد الكبيرة والصغيرة شبناش اي حد يتكلم وعد الموقف ده مرور الكرام ولكن زهيا داود لما تطلع كله ياخدها ماتيريال وتطلع الحفلة على ايه على زهيا داود وعلى افا زهيا داود وعيلة داود كلها من صغيرها لكبرها نرجع تاني بقى اللي مرجوعنا التاني وهو طلوع تاني يوم مباشرة اللي الحج حلمية ببس مباشر طبعا بناء على الكلام اللي تقال من خلال بعض القنوات اللي انا يعني شفت عندها بعض الفيديوهات قالوا ان الستة حلمية كانت عاملة البس دا وكان روحوا حلوة جدا وكمان قالت النقد المحبة والجميلة للستة حلمية قالت ان فعلا الستة حلمية البس بتاعها يدرس كالعادة يا سادة يا كرام البس بتاع الستة حلمية يدرس انما بقى بالنسبة للستة حلمية كان يعني الجميع بيقول الستة حلمية ما شاء الله في البس المباشر أنا طبعا في الوقت ده كنت في مكان تاني وفي بس تاني وكانت بتجنى طبعا تعارفين يعني ما شاء الله الرادار شغال فأي بس من هنا لهنا كل الناس بتنقل أخبار من هنا لهنا بتحاول اللي يحاول يوجه الصورة كويسة واللي يحاول يشتية الناس واللي يحاول يسلط الضوء على نقاط معينة علشان خاطر يوقع الدنيا وبعضها ما تعلموش الدنيا بتكون وقتها رايحة فيها المهمة دخل بعض الأشخاص عندنا قالوا الستة حلمية داود عاملة بس مباشر والدنيا زيتا وبتضحك وطيس قلت يا جامعة الخير ربنا يا سعيد هاوي فرحها كان نفسي برضو في وسط الدحكة دي كده يا ستة حلمية تقوله يا جامعة الخير بالنسبة للكلام اللي تقال في حق أختي ما حصلش وتوقفي الكلام اللي تقال في الليلة دي يعني كلمتين كده بين السطور مش أكتر ولا قال الكلام اللي تقال ده يا ستة الكل أو يا حبيبة قلبي يا فلانة الكلام ده ما حصلش وأختي ما حصلش منها كذا 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 أنا يا جامعة الخير بقولها من مكاني دا ما تفرجتش على بس الحجة حلمية ولكن برضو استوقفني بعض النقاط اللي يعني تم تصليط الضوء عليها من خلال البس المباشر من خلال الفيديوهات اللي أنا تفرجت عليها برا البس من عند بعض القنوات تقريبا قالوا أن نرمين كانت بتتكلم وكانت يعني بترمي بعض الكلمات على خالتها فبقول لنرمين بلاش حاجة نرمين من الحوارات دي علشان خلاص فعلا الناس يعني شبعت شبعت اعمل المحتوى واتكلم مع والدتك في البس خليكي في المحور اللي انتو بتتكلموا فيه وبلاش من ان احنا يعني ايه نرمي كالعادة كده السم في العسل وقت الهزار وقت الضحك نرمي كلمتين نولع الدنيا وترجع تاني ريمة لعادتها القديمة اللي هي أصلا ريمة ما سبتهاش ده ريمة شغالة على العادة القديمة من كل الأطراف عندكو في العائلة الكل يرمي في الكلمات أثناء البس في المباشر والقنوات تطلع تتكلم ولما تبدأ تهدى الأمور نطلع نعمل بس تاني مباشر ونتكلم برضو كلمتين نشعل للدنيا سمعت برضو ان الحج طارق الكلمتين كده في البس المباشر يعني كان زعلان من احدى القنوات اللي صلطت الضوء فيه من خلال تقريبا بنر الفيديوهات عندها وقالت عن السبت حلمية كلبة طبعا انا يعني مع احترامي شديد لكل القنوات ضد حاجة زي كده ياريت بلاش من العنوين اللي زي دي انتقدوا الناس فعلا زي ما الولد قال واشار بدون اهانة وبدون اساءة لان حضراتكم قنوات نقد انتقدوا براحتكم خالص والكلام ده للجميع يا حج طارق ياريت برضو الكلام ده يكون للجميع برضو للقنوات سواء كان بيكتبوا في عنوين او بيطلفزوا في الفيديوهات بتاعتهم الكلام ده لجماعة الخير علشان انا شايفها ما شاء الله في بعض القنوات بتجذب الكذبة وتصدقها طلعوا على الكلمتين اللي قالهم طارق وحفلوا بما فيك كفاية مش عارفة ازاي الناس بتكتب العنوين كده ما عرفش ازاي بتتلفظ الناس بتتفد انت مغرقة وشش الناس كلها تفافة في بكل البسات بتاعتك يا ست الكل هو انت يعني ايه للدرجاتي بتقولي وبتنسي ولدرجاتي بتزيب الكذبة وتصدقيها انت اول واحدة علمت الناس التفافة في البس المباشر او في العروض المباشرة يعني معلش محترام الشديد يعني لازم قبل ما تتكلمي في اي شيء طبعا الكلام ده معروف موجه لقناة النقد اللي دايما بترفع في الستة حلمية والحج طارق اللي دايما بتقولكو انتو فوق مستوى اي حد فبالتالي اللي علم الناس التفافة في اليوتيوب هي قناة النقد تقريبا كمان خلتك لما طلعت عملت بس برضو عملت نفس الوضع ادي قناة النقد اللي مش عاجبها كلامكم طلعت برضو وزي ما انت حضرتك بتقول بتفو وتنفو او القنوات بيقولوا المهم لو كل واحد ابتدم نفسه الكل هيبدأ يغير من نفسه ولكن ما تستحلوش الحاجة لكم ترجعوا تقولوا القناة الفلانية كتب عنوان بكذا والقناة الفعلانية غرأت الناس تفافة ما تبصر حضرتك يا فندم تنغرأت دنيا كلها وتفف على طوب الأرض عندك في البسات بتاعتك بتنسي البسات بتاعتك طبعا تشهد عليك طبعا معروف الكلام ده مواجهة لمن انما بقى بالنسبة للقناة اللي كانت بيقصدها طارق في البس عندهم انا تكلمت معاها مبارح واحنا كنا في بس مباشر مع بعض قالت لي مدام وفاة انا ما تكلمتش يعني ما تكلمتش من خلال البس مباشر كنت كتبها عنوان قلت لها بحبيبة قلبي خلاص يعني عفو الله عما سلف ولكن بلاش من الموضوع ده خالص خليكي على وضعك انتقدي بأسلوبك بيعجبني أسلوبك محترم برضو انتقدي برحتك خالص زي اي قناة نقد محترمة انتقدي عادي برحتك ما فيش اي مشكلة والراضي لاشات بحاجة زي كده ولكن بلاش من العلوين اللي من النوع ده او بلاش من التلفز اللي ممكن يسيق لينا قبل ما يسيق لأي حد تاني ودي كانت نصحتي لأخت الغالية وطبعا معروف انا مش هذكر اسمع عشان بس ايه احتراما ليها واحتراما للغير واحتراما للجميع كمان طبعا تم منجدتها والست محترمة جدا قالت لي انا اصلا انت عارفة قلت لها انا عارفة اسلوبك وعارفة طريقتك ولكن برضو بداش حتى في البانر او في العنوين الست محترمة جدا وقالت انا حاجة زي كده زعلتهم طبعا احنا طول الوقت بنتشتم وخالتهم بتتشتم ويوي وده كان رد فعلها ولكن النقطة الوحيدة اللي استنقفتني لما طارق هددها بقفل القناة انا بقول لك يا طارق اقفل لها القناة وانا عمل لها قناة تانية جديدة مفيش مشكلة وانت عندك حق ان انت يعني تقول لها بلاش من كذا يعني انا بهددك بألفة النظر لحاجة زي كده ولكن تقفل القناة هي استودع يعني برضو نفس الكلام اللي حددتك وقلته لها هتقفل لها القناة هي برضو قالت هقفل عشر قنوات وهطلع عشر قنوات جداد باسمي ومعايا فلوس اقفل قناتك لو انا قناتي هي هتكون الضحية انا هقفل لك القناة فبلاش تحطوا نفسيكم في نقطة زي دي او في وضع زي ده لان النهار ده قفل القنوات فعلا بيدفع عليه فلوس وانت كل القنوات عارفة الكلام ده انت ممكن خلاص وجهت وصلتت الدوق لحاجة زي كده خلاص بقى يعني استغلتت مرة معلش فيه ناس بتغلط الف مرة وعادي ومتسابة عادي ومحدش ضرها وكانت ضرر من الصبح عادي ممكن يوع عليها ولكن يعني زي ما بتقول ما بنسمحها دايما كله بقول ايه اكل عيش بس انا معرفش ده اكل عيش باني صفة يعني انتقدوا جامعة الخير بأدب واحترام وبرقي محدش يعني يتلفز بأي لفظ يجرح التاني حتى لو انا ضد الشخص ده بلاش من التجريح الكلام ده بقى موجه للجميع للجميع اي حد مع او ضد اي قناة بلاش من التجريح بلاش من التجريح ده بالنسبة ليه القناة اللي هتتقفل ولا يهمك ست الكل تقفلت نعمل غيرها من الصبح ومني انا قناة ليه كيفها عشر تلاف مشترك واللي يطلع يتكلم يتكلم يقول انت بساعدها لا انا بساعدهاش انا بقول لحضرتك المفروض حضرتك بتنوه لحاجة زي كده وبعد كده ببقى لما تطلع تعمل عليك برضو فيديو اتنين وثلاثة بنفس النمط بطلع وهددها بقفل القناة تمام ده بالنسبة ليه قفل القناة نقطة بقى اخيرة حابة اتكلم فيها هنخش على يعني موضوع ده انا مش عايزة اتكلم بقى على قليل داود كتير لان الموضوع اخد اكتر من حقه اظن ان شريهان يعني اخدت حقها ثالث وامتلت وقناة النقد اخدت حقها ثالث وامتلت زي ما بيتقال عندنا في المصر يعني محدش سب حق حق للتاني زهية اخدت حق اختها وقناة النقد اخدت حقها من زهية وكله متساوي يا جماعة الخير وظن ان قنوات النقد بقى كلهم بلا استثناء طلعوا اخدوا حق الكل حقهم وحق الكل لانهم بيقولوا وكمان زهية وجهت لهم برضو الكلام انتو فينكو يا قنوات النقد وبردو معجبكمش الكلام بتاحها لانها في الوقت ده كانت منهورة برضو زعلانة يعني ازاي لما اختي تتسبهو محدش فيكو طلع فبالتالي اديتكو برضو شوية من الحق ده وانتو طلعتوا اخدتوا حقوكو هنخلص بقى من الليلة دي امتى يعني الزهية هتطلع ترد وانت هتطلعوا تصدوا الليلة دي هتخلص امتى مش عارفين مداها هيكون فين ولكن قدينا بنتفرج واحتراما للرجل المحترم الشخصية المحترمة مستر عاطف الزهبي يعني انا بتهيقلي ان انا الفيديو اللي انا عملته يا مستر عاطف النهار ده ما جرحتش في اي حد وانا من اول ما اتكلمت ما جرحتش في اي حد وما بجرحش في اي حد ولكن لازم نوجه ونسلط الضوء على بعض النقاط اللي بيكون فيها ظلم وفي ناس كتير بتجد بالكتبة وتصدقها وبتكون هي اساس الفتنة وترجع تعمل نفسها لا ارى لا اسمع لا اتكلم وانا مليش في الليلة دي وهم اساس الفتن اللي حصلة من فترة طويلة يمكن من شهور هم اساس الفتن فيها ولكن اللي نقدر نقوله لله الاومر من قبل وانبعد تعالوا بقى نرجع قبل ما ننهي فيديو النهاردة لقنوات النقد المحترمة وحب اصلت الضوء على النقطة دي بالاخص اظن ان من اول امبارح وكل قنوات النقد البس اللي عملته اول امبارح اول امبارح تقريبا الست امبوجانا اللي طلعت واتكلمت فيه على بعض النقاط بالنسبة لقنوات النقد وطبعا مش عجبهم الكلام ومش عجبهم كلام الست امبوجانا وكلهم طلعوا قالوا سبحان الله يعني انا قلت لكم بياخدوا اللي بنا من بعض ودا يمدخ شوية ودا يمدخ شوية وبالاخر بيركنوها على جنب محدش بيرمي اللي بنا دي لانها يعني بيستخدموها كل شوية المهم طلعوا كلهم البس الكاريسي للمجانا البس الكاريسي للمجانا البس الكاريسي للمجانا يعني اتمجد في نفسها وبتمجد في ولادها وزوجها وطبعا صلطت الضوء ان انا او مصورش مع اخواتي ان انا فعلا مصورش مع اخواتي لان كده كفاية لما كنت بصور مع اخواتي وفعلا ده حقيقة انتو طلعتوا وانتقطوها انت طلعة يعني بتاخذ الضوء وتاخذ الصورة من واحدة زي المشروع ايما كانت بتطلع بتحاول تكبر قناته المشروع ونقلت له المشروع في شقة جديدة وعملت محتوى محترم للمشروع طبعا طلعتوا باسوأ الكلمات واسوأ الاوصاف في ستة مجنة ومن الوقت ده طلعت برضو بعد ما زبطت الدنيا اللي اختها قالت يا جماعة انا حبعد لان انا كده كده ايه يعني مكروها نفس الوضع برضو مع اخوها ونفس الوضع مع والدتها لما كانت بتصور معها برضو كنت تقول لها بتطلع التجري بالتجري بالتصوير مع والدتك وبتجي بيها مخصوص عشان المشاهدات طب تعمل ايه اهي بعدت خالص وبعدت كل اهلها بدليل ان الترند بتاع الولادة بسم الله ما شاء الله محدش خالص من اخوتها ظهر فيه وده هي ايله من قبل الولادة يمكن بفترة قالت انا هشتغل على محتوية انا وزوجي واولادي فقط ومش ادخل معي اي حد تاني عشان خاطر ايه بتهجموني وبتطلع تشتموني طيب بعدت اهلها زي ما حضراتكم كنتوا عايزين برضو ما سلمتشي صورت معاهم برضو ما سلمتشي طيب تعمل ايه معلش ما احترامش دي يعني تراضي قنوات النقض ازاي وتراضيكم ازاي يعني علشان خاطر الست دي تقدر يعني ايه تمشي بالصورة اللي حضراتكم عايزينها بصراحة عجبني جدا 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 لدماغ الستة موجانة بتسألش عن حد عارفة خلاص بقى عرفة يعني الغرض والمغزة الاساسي طبعا القنوات اليومين دولة طلعين انتي انا نية انتي ما بتحبيش اخواتك انت لو بتحبي اخواتك كنت صورت معاهم في الفترة اللي فاتت يومين اللي عدوا عليك كان فيه مشاهديات وكان 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 وما حبيتش الخلد اخواتك الله ما هو ده اللي انت كنت برضو كانت بتعمل لاختها وكرهته حاجة زي كده مش احنا بنقول ان انتو اصلا الهدف الاساسي تشويه صورة الناس دي سواء بيعملوا حاجة كويسة او بيعملوا حاجة وحشة الهدف والمغزة الاساسي هو تشويه صورة اليوتيوبر المصري بايا مكان ام جانا بقى محتوها حلو ومحتوها وحش المحتوى بتاعها مستحب للمتابعينها اللي بيحبوها يا جماعة الخير فبالتالي صاحب قناة النقد او النقد مش هيأثر على قناة لها متابعين وليها جمهور حبين الوضع اللي هي بتنزل بي سواء بقى ان كانت بتقدم بقى وهي بتاكل وهي بتجري في الشارع وهي ألعب البوض زي ما انتو بوصفته ايا مكان لها متابعينها ومحبينها فبالتالي المفروض ما تحاولوش تشويه صورة الناس اكتر من كده النقطة اللي حابة بقى اصلت عليها الضوء اكتر واكتر الست الموجانة طبعا دلوقتي مكروه عشان ما بتصورش مع اخوتها مش هي دي المنجدة اللي حضراتكم نشدتوها للستة حلمية لما طلعت وقالت يا جماعة الخير انا معونتش هصور تاني مع حد من اخواتي ولو تم الصلح بيني وبين اخواتي مش هصور معاهم تاني صح طبعا في الوقت ده بعد قنوات النقدة طلعت وقالت برافو عليك يا ستة حلمية وانت كده تمام ايوا اشتغل على محتويك صح وكده ربنا يوفائك وبعيد عنهم هم بيحبوك بس علشان خاطر يطلعوا على اكتافك وي وي وفضلتوا تمجدوا في كلام الستة حلمية الله مش هو ده برضو اللي حصل مع ام جانا ما هو ده برضو اللي حصل مع ام جانا الفترة دي ام جانا قالت نفس الكلام مش هصور مع اخواتي طلعتوا هاجمتوا الستة حلمية لما قالت مش هصور مع اخواتي طلعتوا يعني اشدتوا بيها وبرافو عليك يا ستة حلمية طيب لما تم الصلح بين الستة حلمية واخواتي حيطلع برضو نفس الكلام على حلمية بصراحة قنوات النقد الواحد ما عادش عارف لكم يعني انهي اتجاه انتم مشين عليه مشين انهي اتجاه العكس ولا الاتجاه الصح ولا الانهي اتجاه بالزبط الواحد عشان كده دايما بقول ما بيعجبنيش قنوات النقد في بعض الاراء الكتيرة جدا 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 عندهم اللي بتكون مغلوطة يعني من ضمن القنوات اللي دايما بتهجم ومجنة برضو هجمتها في عدم تصويرها مع اخوتها مش هو ده اللي انت كنت بمشاء الله يعني بترجحي وبتشيدي بيه للستة حلمية اوعد صوري مع اخوتك هو حلو للستة حلمية ووحش لمجنة تم هم مجنة بتبعد علشان خاطر الفتن اللي حضراتكم عملتوها عليها الفترة الاخيرة نعمل لكم ايه او اليوتيوبر ده يعمل ايه علشان خاطر يرضي قنوات النقد او يرضي متابعينه انا من رأيي المحترم ان كل صاحب محتوى محترم يرضي نفسه قبل ما يرضي اي حد لا يرضي متابع ولا حتى يرضي قنوات نقد لان لو حضرتك راضي على المحتوى اللي حضرتك بتنزله فبالتالي بتجبر المتابع وبتجبر قنوات النقد انهم يحترموا محتوىك اي مكان سواء ان كنتوا بتصور مع اهلك او ما بتصورش ده حاجة ترجع لك ولكن ان متابع ليا او قنوات النقد تتحكم فيا ده شيء مرفوض لصاحب المحتوى المحترم ياريت ما تخلوش حد يتحكم فيكم ده يعني كان تصلية الضوء على نقطة او نقطة في بحر من النقاط الكتير اللي بيتحور حواليها بعض قنوات النقد الفترة الاخيرة هجموا ام جانا هجوم شرس ومازال الهجوم عليها طبعا ام جانا يعني معلش ما احترامش شديد ناس هتقول انت بتطبي لها وبتطبي لها زهية انا بقول الرؤية اللي انا شايفها قدامي انتوا اصلا لا عجبكم ده ولا عجبكم ده لا عجبكم حل ولا عجبكم مر المهم ان انتوا تطلعوا ضد اي يوتيوبر علشان خاطر تصلتوا الضوء وخلاص علشان خاطر تردوا يعني غريزة كده معينة عندكم وتردوا كمان متابعينكم اللي دايما شايفين انتم على حق وانتم اصحاب رؤية صحيحة ولكن يعني سبحان الله ياريت تبطلوا ان انتوا يعني تضيعوا تعبوا مجود حتى لو كان بسيط مجرد تصلية كاميرا كده على محتوى بسيط جدا ولكن انا كصاحبة محتوى ليا محتوى متشاف زي واحدة زي 6% واحدة زي زهية واحدة زي ام جنة او موح ياسر او اي حد من القنوات دي ياريت تعتقوهم الوجه اللي خلوهم يشتغلوا اولوا الصورة الايجابية اللي عندهم ولو عندهم سلبيات ياريت تصلطوا الضوء على السلبيات ولكن باحترام بدون تضيع لمجود اي حد منهم وده يعني المغزى الحقيقي من وراء الكلمتين اللي انا بقولهم لقنوات النقد اللي مش عاجبهم مجانة تصور مع اخوتها ولا حلمية تصور مع اخوتها ومجانة اعلانية وحلمية ما شاء الله عليها لما قالت مش هصور 6 عظيمة يضرب لها تعظيم سلام والله العظيم حيرتوه انا كده اكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ولكن كلمتين وفيهم الخلاصة لزهية داود عايز اقولك يا 6 زهية يا ريت حاولي تتمسكي يعني اعصابك شوية وحاولي ان انت لا تصدي ولا تردي والله اللي يتقال فينا وهو مش فينا ما يوجعناش قبر دماغك مهما تصدي ومهما تردي وبحلو وبوحش انت كده كده رؤيتك متشافة من عند قناة النقد او المتابعين اللي هما مش حابين وجودك لان فيه هدف اساسي وهو ان انت تقفل قناتك دي خالص وده حد من يعني ان نقدر نقول من ضمن اخواتك قال الكلمة دي قال الكلمة دي حمد داود قال يا جماعة الخير الليلة دي مش هتتفضل الا اذا حد من الطرفين اللي هما حلمية او زهية افل القناة حلمية طبعا ما شاء الله يعني مستحبة في اليوتيوب انت دلوقتي بقيت اللي منبوزة يعني من الاخر افل قناتك وريحينها بقى من الدوشة دي ست زهية علشان نخلص من الليلة دي لو عايزة نصحتي نزلي محتواكي وزي ما تيجي واللي يضرب يضرب وانا قلتلك النصحة دي من بدري ما ترديش عن اي حد في اخواتك كل واحد للسان الحمد لله شريهان يعني لما سمعت سب وقصف عرضها ما سكتتش خدت حقها فبالتالي قبر دماغك بقى اللي يتشتم واللي يتعامل في اي حاجة ياخد حقه هي شريهان برضو ما سكتتش يا ست زهية اخدت حقها وانت كمان بقى قبر دماغك ده نصيحة مني لكي لما حد يدوس على طرف لكي زي ما داسه قبل كده على حسام طلعت خدت حق ابنك تلت وامتلت كنت معاك في النقطة دي لان ما ينفعش حد ييجي على ابني واسكت وبرضو ما ينفعش حد ييجي على اختي واسكت ولكن اهو سكتتي زي ما سكتش كده كده انت وحشة 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 مش هتتشافي ابدا بالعينة الحلوة فعشان كده زي يا داود قالت في البس المباشر بتاعها ما عادش فارق معايا قناة لان القناة خلاص انتو ضربتها لها فعلا يعني القناة ضربت خلاص ما عادش فارق معاها قناة فبالتالي ممكن تعمل قناتها من الصبح صد ورد وتعملها محتوى نقد زي ما حضراتكم طلعين وتطلع تسب وتلعن فيكم زي ما انتو بتطلعوا تسب وتلعنوا فيها وفي اهلها طول الوقت بتايلة اكتر واحدة تسبت على اليوتيوب هي زاهي داود هتقولوا من لسانها لا مش من لسانها ده من الفاظكم برضو ما هو من اعمالكم سلط عليكم اللي هي بتطلع تردوا عليكم تمام بتسلطوا انتو عليها ونطلع بقى نفضل في نفس القر مش هنخلص منها علشان كده بقول نصيحة يا ست زاهية قبل دماغك لان الناس دي لها مغزة معين ولها نقطة معينة عايزين يوصلوا لها وصلوا ان انت رديتي النقطة اللي جاية يا ست زاهية وهيشتغلوا عليها كويس جدا 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 وهو فشكالة خطوبة ابنك اللي هو اصلا المغزة الاساسي في الليلة دي كلها فشغالي دماغك شوية قبل دماغك بقى بالليلة دي نزلي محتواك المحترم اللي ليك متابعين بيحبوا والله لو معاك ألف واحد بس هيشاهدوا فيديوهاتك قبرك من مئة ألف يكونوا دخلين بينفقوا ويتحكوا عليك شوية وعلى أختك شوية وعلى أخوك شوية لا خليك مع الألف ولا الألفين ولا الخمسمائة فرد اللي هيشاهدوا لك الفيديو بتاعك وهيجيلك من وراه برضو رزق بس هيكون رزق حلو لعون تتصدي ولعون تتردي ودي نصيحتي ليك في نهاية فيديو النهاردة وكده أكون وصلت مع حضراتكم لنهاية فيديو النهاردة انتظرونا في فيديو جديد وإن شاء الله برضو هنصلت الضوء على بعض النقاط اللي مش هتكون عجباني هطلع أتكلم فيها وبرضو بحترم أراء الجميع ومع احترامي الشديد وخالص احترامي لمستر عاطف الزهبي كده أكون وصلت معاكم لنهاية فيديو النهاردة انتظرونا في فيديو جديد أو بس جديد على حسب حضراتكم ووقتنا جمال لما يسمح أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد وأقول لكم دمتم في أمان الله دمتم سالمين مع ألف سلامة كنتم مع وفاق الشيخ اللي وصل معنا لنهاية الفيديو ما ينساش يحط لايك للفيديو واشترك للقناة لو أول مرة بتشوف قناتنا أقول لكم دمتم في أمان الله شكرا لكم